بسم الله الرحمن الرحيم هذا التجمع عراقي واضح أنا هسا سئلت قبل قليل حول وضع العراق بعد عشرين سنة من نزاحة النظام البائد أنا قلت لهم بأنه كانت تحديات خطيرة عرضت وجود العراقي للقتل بسبب إرهاب داعش جماعة النظام السابق إرهاب القاعدة كثيرون ذكروا أن العراق لن يبقى موحدا لن يبقى على الخالطة حتى بعضهم وضعوا خالطة العراق محروقة والعراق انتهى ولكن نحن بعد عشرين سنة العراق موحد العراق قوي شفتوا التجمع اليوم في السليمانية كل التجمعات العراقية يمثلون الشريحة العراقية والمزايكة العراقية موجودين نحن نفتخر بتنوعنا وهذا ينطينا مزيد بالقوة نعم الحرية وتعدد الآراء ربما تنضي الطباع توجد هناك ضعف وعدم قرار بس استيعاب الآخرين واستيعاب الناس أيضا مطلوب البلد بإمكانيات هائلة للنهوض نحن نركز على عناصر النهوض نقدر ننهض نهذنا بالسابق ونقدر ننهض بس يحتاجون لعمل دوب وإن شاء الله العراقية قدمي لها نعم هذا مفرح بصراحة الخبر نعملنا على التسابق اليوم قرار من السوزرة بأنه تجعل حلبشة محافظة بالطبع هذا أقل من استحقاقها حلبشة قدمت تضحياتها إلى عن كل العراقيين عندما ضربت بالكيميوي من قبل نظام البعث الصدامي واليوم إحنا فريحين أنه حلبشة تستعيد هذه مكانته تستحق كل خير شكرا دكتور دكتور